مصر الخير أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم من مطبخ أسرار آدم واليوم معنا من كل يوم طبخة هنعمل طبخة يخنة البطاطا مع الميت بولز لحتى نحضر هالأكل سجلوا معي عنا 2 كيلو بطاطا مقشارين منعين بماي زيت درة أو دور الشمس حبتان بصل متوسط مفرومين فرمي نعمي إذا بتحبوا فرمي خشني مثل ما بتكون عندي راس طوم نصفه بدي شيلو إقلي مع البصل نصفه بدي أهرسه حطه بالآخر عندي نصف كيلو لحمة امتلجة مفرزة بدي أعملها على المكانة أهلا نعمة مع البصل والكزبرة والبهارات وملح عندي كمان نصف ضمة كزبرة خضرة أما بالنسبة للبهارات عندي حبيب القلب كيان بحر الشق القوي وعندي كمون سبع بهارات سبع سبيسيس وفابريكا والتوميت فاست أو صلصة للطماطم هوا هنه كل الموجودات لحبلش هلأ تابعوني كيف هنعنعملون ستيب باي ستيب ثم نقوم بالنسبة للطمطاق خضرة نوعّ ما�적 آية عضو البطوطة كمون تمكاس تمكس دولة err هنضعها على نار خفيفة ونضعها تتبّل بالعصير اللي بيطلع من البصل والبهارات هذه الماء بس ملعة والبقين هنتركهم للأخير من الكزبرة لحضيف هلأ كمان عليهم الكرات كمان ياخد الناكهة معهم هلأ بحط الله ماء سخنة أعطيت عليهم ملح وبهار أسود وبس أكثر من هكذا ما بدوه لأن الطواب الكلة موجودة بالبطاطا صلصة الطمعطم تقريبا حطيت بمعدل ثلاث ملائقة كبار طعام صلصة هلأ هيدو الميت بولز خلصتها يعني عن نار بس تخلص بحطها فوق الأكل والتنجرة الآن نضع اللحمة مع زم طبولة بالطنجرة هذا اللح اضيف الكزبرة الكمية البيئية وهيضا طوم بكمية البيئية ملح ملحته اهلا شوف الملح تبغوله وبهراته ايه بده ملح بسنكهة بتجنن طعمي رائع جدا 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 خلصنا هادي هي ديئة نطف الغاز مش اكتر من هاك انا احافظ على طعمة الكذبرة والتوم فيها طازة اصدقائي هيدا هو يخنة البطاطا مع الميتبولز اكلي بتشهي رائحة ولا اطياب مش معقول يعني فعلا جربوها ما بدي لكم اكتر من هيك ما تنسونا بحبكم ولايك وسبسكرايب وشير باي باي هلا لحي تضوقها وقالكم كيف طعمتها شعور رائع ما بصاحكومفها وصدقوني انه من قطيب انوها الاكلات المحببه لقلبي لانه مغذيه خفيفه ما بتخلي الواحد يتنبل من بعد الاكل في ناس ما فهم انشماية يتنبل يتنبل باللبناني يعني كاسلن بنشوفكم ان شاء الله بالحلقة الجيه ما تنسونا باللايك سبسكرايب وشير باي